احداث الحالة 27 مسلسل جعفر العمدة نجوة خالد سيف قالت لزوجها انا عايزة بكرة ان شاء الله اروح مصر عشان اشوف سيف لان سيف وحشني عايزة تطمن عليه قال لها بس اوعي نجوة تكوني عايزة تنفزي اللي في دماغك قالت له لا لا خالص وانا تجننت لا اه وبعدين طبعا تاني يوم فعلا عملت كده وسفرت لمصر وراحت لجعفر اول ما نزلت مصر راحت لجعفر في المحل بتاعه اول ما يشوفها جعفر هيفرح وهيبقى بشعور بين الفرح وبين القلق ان هو يكون مش اللي في دماغه صحيح وبعدين قال لها مش حضرتك خالد سيف طب تفضلي اهلا وسهلا وفعلا نجوة قعدت وقالت له انا عايزة تكلم معاك شوية وحكت له القصة من اولها وان اختها لما بلال شامة كان خاطبها وبعدين جاب لها الولد وهو حتة لحمة صغيرة وبعدين تاني يوم قال لها احنا عايزين نموت الولد ده وبعدين قالت له لأ ما هو الولد مات فعلا وهو الولد ما ماتش والولد ده هو سيف وربته اختي واخدت والدي وروحت مكان تاني وعاشوا هناك والدي كتب الولد باسمه وسماه سيف وكان طبعا جعفر هيموت من الفرحة وعايز يطير من الكرسي من قدامه عشان يروح يشوف سيف وياخده في حضنه وقالت له انا متأسفة انا ما قدرتش ان انت اول ما جيت لان انا كنت متفقة مع جوزي وجوزي كان رافض مش عايز اي مشاكل ومش عايز لينا دعوة بالموضوع خالص ولا لينا دخل بالموضوع خالص لكن انا ضمير يا انبني وقلت لازم اجي اقولك وتقالي على الله سيف يبقى ابنك يا معلم جعفر طبعا المعلم جعفر طار من الفرحة وقام جري من على الكرسي بعدين وجعفر خاد نجوة خالد سيف وراح عند سيف واول ما شاف سيف خده في الحضن وطبعا سيف كان مستغرب جدا وبصر خالت نجوة قال لها في ايه خالته وانت عرفت ازاي تروحي لعلم جعفر وانت قابلت المعلم جعفر فين اصلا كان جوه الولد تساؤلات كتير جدا المهم ان قالوا له اهدى اهدى واقعد شوية احنا عايزين نكلمك خالته قالت له انا عايز اكلمك في موضوع مهم وانا اسف ان انا ما قلت لكش على الموضوع ده من الزمان وفعلا قعدت معاهم خالد سيف وساء نجوة حكت لسيف قالت له انا عايزاك في موضوع مهم وحكت له اللي حكيته لجعفر بالزبط طبعا كان الولد بين الدهشة وبين الفرحة ان جعفر صاحبه وصاحبه اللي هو بيحبه صاحبه الانتيم يطلع ابوه فطبعا كان لقاء حميمي جدا بين جعفر وبين ابنه سيف وكانت نجوة فرحانة باللي هي عملته قعدت تتأسف لسيف وتتأسف لجعفر وقالت له معلش يا ابني ان انا من يوم ما ماتت والدتك ما قدرتش اقولك لان زوجي كان منعني ان انا اقول لكن ضميري كان بيأنبني لان انا شايف والد بيدور قلبه متشحتف على ابنه وانا ما قدرتش ان انا اسكت وفي نفس الوقت ابوك هيكون حماية ليك وانا كنت خايفة عليك فكان لازم ان انا اقول واجري الى الله وانا اسفة جدا يا سيف واذا هجبتكم التوقعات بتاعت الحلقة 27 ارجو ان انتو تعملولي اشتراك ولايك وشكرا يا اصدقائي اشتركوا في القناة